استكمالاً لإنجازات الدولة المصرية استعرض اللواء إيهاب ألفار رئيس الهيئة الانتسية للكوات المسلحة خطط إنشاء المحاور وطرق في محافظة الجيزة لتخفيف الضغط على إقليم القاهرة الكبرى حيث تم العمل في محافظة الجيزة على محورين رئيسين لتطوير الحالة المرورية وخلق محاور جديدة وربط محافظة الجيزة بمختلف أنحاء الجمهورية من خلال الشبكة القومية للطرق وقال الفار إن المحور الأول بيعتمد على تطوير المحاور والطرق القائمة بالفعل أما المحور الثاني يعتمد على تنفيذ محاور وطرق مرورية جديدة تعتمد على ربط محافظة الجيزة بمختلف أنحاء الجمهورية وأشار إلى أنه تم البدء بالأماكن المزدحمة في محافظة الجيزة مثل مدينة الشيخ زايد وستة اكتوبر وميدان الجيزة وكرداسة وعدة مناطق أخرى تم التخطيط لتطوير محاور وطرق محافظة الجيزة من خلال محورين رئيسيين المحور الأول تطوير المحاور المرورية القائمة وخلق محاور جديدة المحور الثاني ربط محافظة الجيزة بمختلف أنحاء الجمهورية من خلال الشبكة القومية للطرق هستعرف فنم شكل الطرق والمحاور التي كانت موجودة في المحافظة قبل التطوير احنا كان فنم في البداية ابتدنا ندرس الطرق الموجودة في المحافظة ولقينا فنم المحافظة فيها خمس طرق عرضية بالإضافة لاثنين طريق رئيسي في اتجاه من الجنوب للشمال الطرق الرئيسية فنم أو اللي موجودة بتنقل الحركة المرورية داخل المحافظة طريق الدائري وده فيه القوس الجنوبي والقوس الشمالي بالإضافة إلى شرع فيصل وشرع الهرم وكمان فنم محور 26 يولي الطرق العرضية أو الطولية طريق المريوتية ارجع طريق المريوتية وطريق المنصورية وكمان فنم الطريق اللي هو بتاع البحر الأعظم ودي الطرق اللي كانت موجودة بتنقل الحركة المرورية للتكتلات الكبيرة من السكان اللي موجودة بالإضافة لللي جاي من بره من المحاول الرئاسية بتاعة الخطة القومية للطرق اللي هو طريق القاهرة السكندرية وطريق الفيوم وكمان طريق القاهرة أسوان الزراعي أنا عايز بس فنم في النقطة دي أنوه إن احنا محافظة جيزة عدد السكان فيها في حدود المعلن يعني طبقا للأعداد الرسمية تسعة ونص مليون نسمة منهم فنم في الجزء اللي قدام سيادتك ده المدينة نفسها بتاعة الجيزة فيها حوالي خمسة ونص مليون نسمة بالإضافة إلى المراكز اللي موجودة عندنا دي وصلنا هنا لما حسبناها طبقا للأعداد الرسمية وصلت لسبعة ونص مليون نسمة طبعا الرقعة صغيرة على الحجم الكبير ده ولكن احنا عندنا يعني كسافات عالية جدا من السكان تخطط المعدلات الدولية في أعداد السكان وأذكر على سبيل المثال يا فنم مثلا المنطقة بتاع بولاء الدكرور فيها مليون نسمة ده اللي معلن ولكن الحقيقي لو عملنا حصر الأعداد مستقبلا الأعداد تفوق كده بكتير المنطقة بتاع كرداسة 200 ألف نسمة المنطقة بتاع طب النمرس 400 ألف نسمة صفت اللبن 150 ألف نسمة البراجيل 100 ألف نسمة لما نحسب فنم الكسافات السكانية دي على مساحة الأرض هنلاقي نفسنا الفدان الواحد فيه من 200 ل 280 ألف من 280 فرد وده فنم نسبة عالية جدا وده بداية الدراسة اللي عملناها عشان نقدر نقول هنعمل ايه في المنطقة دي بالكامل احنا فنم خدنا طرق موجودة عندنا رفعنا كفاءاتنا وزودنا العروض بتاعتها وطرق جديدة انشأناها